اني ذكرت الان سالفة بارح عندي واحد من اصدقائي خابرني يقال نروح على صديق انا الاخ محمد قتل شنو قال والله نفسي تتعبانة وضايج كلش وكذا فقلت لم يخالف انا اكمل البرنامج واذا رحت لقيت صديقنا فعلا متأثر خير محمد شكو واذا بي عنده بزونم ربيها صار كم سنة عايش وياها وعايشة وياها متأثر انه هاي البزونة انفقدت من عنده فجأة فانا من اباوع عليه واباوع على شكله واباوع على تقاطع وجهه زين لانه بزونة عاشت وياها سنتين اتأثرت وحتى يعني يحتفظ بذكريات مع هذه البزونة يعني كنت لازم القلم لانه قلمه بايده لانه يقول انا كنت يعني اداعب والاعب هذه القطة بهذا القلم واشعر انه هذا القلم يحمل ذكريات هذه القطة او هاي البزونة اللي فقدت ياخي بتأثر دويبش على بزونة عاشت وياها سنتين اكم هذا وطن اكلته منه وشربته بيه وصرته اسياد وبنية قصور وصرته حكام هايش تتذكرون اليه شوف الانسان لما عندك على بزونة يتأثر كن مطن مستوى العراق العراق شكبره انت وفلوسك وقصورك وحماياتك او ملكك وما اوتيت والله ما ما تسوى لك ذرة من تراب العراق ذرة من تراب العراق ما تسوى شوف الناس لما تتأثر لما تغيره شوف العالم الان يضمن حقوق للحيوان وانا بعد ندور راتب تقاعدي وانا بعدني لحد الان مرة وصنف سني ومرة وصنف شيعي ومرة وصنف بعثي ومرة وصنف ارهابي ومرة وصنف على المحاصصة ومرة وصنف على الكتلة ومرة علماني لكم يعني يعني اكو بلد اكو اكو ناس يعني اكو ناس بهذا الشكل تتعامل مع عشاء ياكو تتعامل على هوية وطنية او خلي القضاء فيصل. خلي القضاء فيصل. يحكمني ويحكمك. ما يحكمني مزاة قائد. ولا يحكمني مزاة سيد. ولا يحكمني مزاة حدي. القانون غصبا على روسة يمشي. واعز القانون واهل القانون. وان لا ما بالك الفضيحة اللي صارت في بابل. فضيحة ما حصلت في مكان اخر من الارض. حسنا قريبا قد يكون لهذا الرجل وياي ويطلع وياي والقصة فضحت. وانا كنت على اتصال معهم قبل ما ادخل الى الستوديو. لكن هذا يشير الى ماذا? يشير الى انه هؤلاء يستهترون عندما يشعرون ان الدولة ضعيفة. من ينطق الخشم تهمل العين. هذا هو اوقادة وشرطة واستافة والتحقيق والمتسترين والعلاقات المشبوهة اجيبهم في محاكمة على لي. والله فيما اذا فعلتم بهذا. ها? ستكونون قادة حبيبة. اشتركوا في القناة